أهلاً وأسهلاً بكم من جديد معنا الأستاذ سالي الأسعد خبيرة مهارات التواصل البناء والحديث عن الثقة بالنفس كيف تكون الثقة بالنفس مفتاح للتواصل الفعال أهلاً وأسهلاً أستاذ سالي أهلاً صباح الخير أهلاً هايتم والعروس حبيبتي مبارك حبيبتي إن شاء الله زيج بالدهر بإذن الله حبيبتي السميلي تنكي بسوك هلأ الاستضافة الجاي الصيف الجاي تكوني يصرتي عندك خبرة ومنسألك عن رأيك بالزواج هلأ بعدك عروس حبيبتي نورتينا أستاذ سالي يعني إحنا بتعرف فكرة الثقة بالنفس بشكل عام ربما مش مفهومة للبعض وأشخاص أحياناً باعتقدوا ببعض التصرفات اللي ربما تكون ثقيلة على الآخر إنه هن هيك معناته عم بفرجوا ثقتهم بنفسهم فخلينا نبلش بالبداية ونحكي عن أهمية الثقة بالنفس وماذا نعني بها الثقة بالنفس هي عبارة عن إدراك الإنسان لمميزاته وقدراته ومهاراته ونفسيته من الداخل وأيضاً شكله الخارجي وإحساسه بأنه كامل متكامل ويسعى للكمال وأيضاً هذا بنعكس على تصرفاته مع الآخرين والناس أحياناً بتخلط ما بين الثقة بالنفس والغرور فرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور الثقة بالنفس هي أنك تشعري بقدراتك وعارفة أنتوا الآن قبل ما تطلعوا على الهواء عندكم ثقة بالنفس أنه أنتوا قادرين على السيطرة والتعامل مع الكاميرات والأجهزة والمعدات والزملاء اللي موجودين معكم الغرور هو أنه يجي شخص ما عنده أي إدراك ولا مهارات ويجي يطلع على الهواء ويخبص هذا إنسان بيكون مغرور لأنه ما عنده قدرة أنه يقيم قدراته ومهاراته وعادة الشخص المغرور هو بيظهر أنه عنده ثقة بالنفس لكن في حقيقته هو مزعزع من الداخل وما هي تصرفاته اللي أنت بتقولي عنها فيها خلط وممكن تؤدي إلى عدم ارتياح من الأطراف الأخرى إلا لأنه ما عنده ثقة بنفسه فهو يظهر بمظهر الواثق المغرور لكن في حقيقة الأمر هو مش متمكن من أموره الداخلية ولا عنده ثقة بنفسه نعم أستاذ عشان نحن نكون عندنا مدخل للعوامل اللي بتأثر في الثقة في النفس سألنا كل المتابعين على اليوتيوب سؤال وسؤالنا التفاعل اللي بنسأله كل يوم الأشخاص اللي جاوبوا على السؤال اللي سألنا على اليوتيوب هاي أمامكم السؤال رح يظهر وبيحكي ما هي العوامل التي تقلل من ثقة الإنسان بنفسه التنشئة الأسرية غير السوية التعرض للفشل بشكل متكرر إذن 62% من الأشخاص حكوا عن الأسرة 11% عن التعرض للفشل المتكرر و28% عن مقارنة الذات شو رأيك أستاذة؟ النسب بتشبه الدراسات شو حكات عن أسباب ضعف الثقة بالنفس نحن نتاج لتربيتنا في الطفولة والمختصين بعلم النفس دايما بيركسوا على أهمية السنوات الستة الأولى من عمر الإنسان في تكوين صورته عن نفسه كثير مننا بيتربى بالحب المشروط سواء في البيت أو في المدرسة أنا بحبك لما تاكل صحنك بحبك لما تكون أشطر ولد في المدرسة بحبك لما تجيب علامات فالإنسان بيكون عنده صورة عن نفسه أنه لن يكون محبوب إلا إذا حقق غاية الآخر هذا شيء كتير مهم الشيء الثاني كثر اللوم في البيوت في المدارس في الطفولة كتير فيه لوم مع أنه أنت المفروض تضوي على الأشياء الإيجابية وأحيانا تعطي ملاحظات على الأشياء السلبية عند الولاد لحتى يطوروا منها فكثر اللوم بيخلي الشخص عنده ضعف بالثقة بالنفس الشيء الثالث أخذ القرار عن الأطفال الأطفال وهم صغار نحن بناخد عنهم القرار شو يلبس شو يأكل وين يروح شو يعمل القرارات المصرية طبيعية تكون للأهل لكن إحنا ممكن بدكاء نحكي للولد أنه رح تصير الساعة 8.30 أنت لازم تنام بتحب تدب بغرادك وتفوت تغسل وتغسل إسنانك هلأ ولا أعطيك كمان خمس دقايق بعطيه فرصة هو يفكر أنه هو صاحب قرار في حين هو القرار إليه هو رح ينام الساعة 8.30 بس نحن بالعصر الحديث اللي إحنا موجودين فيه حلو ما نلعب دور الضحية حلو نكون نحن الفاعل وليس المفعول به كلنا أهلنا في الطفولة ربونا ببعض التحديات نظرا لإدراكهم في تلك الفترة بس نحن الآن مسؤولين عن أنفسنا ممكن أنا في الطفولة صار معاي بعض الأشياء اللي تخلي عندي ضعف بثقة بالنفس بس أنا هلأ السوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي مقابلات زي هاي خبراء بتحدثوا حتى فيديوهات اليوتيوب ممكن تعلمني كيف ممكن أطور من ثقتي بنفسي وأكيد إحنا من خلال الحديث ممكن نحكي عن هاي الأشياء أكيد أكيد أنت عارفة شغلة كتير مهمة واليوم يمكن حكيتها لهيثم الصبح إنه إحنا شئنا أم أبينا نقارن أنفسنا بالآخرين أكيد يعني حتى لو ما منظلم حالنا أو ما منقولش ليش صار معانا أو كذا ولكن إلا منقارن شمعنا أو ليش أو يا الله رحت علي أيهاي كذا اليوم قديش المقارنة بالآخر ممكن تقلل وتزعزع الثقة بالنفس في الطفولة وفي الكبر المقارنة بالآخر شوف ابن خالتك إحنا دائما منقول محمد صلاح في ليفر بول يا ترى ابن خالته كيف عايش أكيد يعني بتقوله شوف ابن خالتك المقارنة في الطفولة بتعمل زعزع المقارنة بين الإخوان بتعمل عداوة بين الإخوان لما نكبر نحنا أهم نقطة إنه ما أقارن ما أشوف ما شاء الله غادة شو حلوة ليش أنا ما أكون زيها المهم إني أقارن سالي السنة الماضية كيف كانت وسالي بالـ 24 كيف صارت وإن شاء الله بعدين كيف رح أكون المشغول بنفسه لا يهتم بالآخرين هو مركز مع حاله مع تطوير مهاراته مع تطوير قدراته فهو سنة عن سنة بتطور بيكون عنده ثقة بالنفس أكتر الثقة بالنفس بتتأتى من إني أحيط نفسي بمحيط إيجابي مع ناس أتعلم منهم أطور مهاراتي أخفف جلد الذات فرق كبير بين محاسبة النفس لحتى نصير أحسن تطور طبعا وما نكرر الأخطاء وبين إني أنا طول الوقت أجل الذاتي ماشي جلد الذات بعدين وين بيودينا ولا مكان لكن أنا غلطت المقابلة الماضية ما عجبتني الدورة التدريبية اللي عملتها مثلا كوني أنا مثلا بدرب كبار القيادات في مجال الظهور الإعلامي أخطأت في هاي الشغلة المرة الماضية المرة جاي بعمل أحسن ما أضل في الماضي الإنسان كمان لازم يحافظ على شكله الخارجي ناس كتير بتفكر إذا أنت مليء من الداخل الشكل الخارجي مش مهم لا طبعا المضمون مهم والشكل أيضا جدا مهم لأنه بيساعدك في التقبل أنت لما يدخل عليك شخص ثقة بنفسه عالية الجلسة تعالوا نقيم الجلسة شوفوا الجلسة قديش فيها ثقة بالنفس فيها رفعة كتاب فيها نظرة عم نعطي بعض نظرة فيها آي كونتاكت أنا ما عم بتطلع بالأرض ولا حدا منكم عم يتطلع بالأرض هاي الأشياء كلها أعططني شعور أنه أنا قادرة أحكي أحكي براحتي وإنتوا عم تسمعوني هاي الأشياء كلها بترفع من ثقة الشخص بنفسه الرياضة الرياضة بتعطي الإنسان ثقة بنفسه من حيث العضلات والجسم ويكون فت هاي الأشياء كلها بتزيد من الثقة بالنفس طبعا أستاذ كيف الواحد بده يعرف إذا هو عنده ثقة بنفسه ولا ما عنده ثقة بنفسه يعني أحيانا واحد زي لما يكون هو عم يكون مغرور بس هو مش شايف حاله مغرور ممكن يكون عنده حاسس أنه عنده ثقة بالنفس ولكنه فعليا ما عنده ثقة بالنفس كيف بقدر واحد يعرف بتعرف هايثم أنه في ناس من كتر ما هي الشاطرة بتعرف التكنيك تبع الظهور بثقة بالنفس أنت كيف تبين للناس أنه عندك ثقة بالنفس الجلسة المرتبة تحكي بهدوء وترد بهدوء نعم إذا أنت امتلكت هاي الأدوات التلاتة في التعامل مع الناس هون يبدو أنه عندك ثقة بالنفس أنت ببدأ يبين أنه الشخص هو مظهريا عنده ثقة بالنفس لكن في الواقع ممكن يكون عنده تحديات لما يحكي أمام الجمهور لما يدخل على مجتمع جديد لما يكون علاقات مع الآخرين بتلاقي عنده بعض التحديات هو كتير حابب يعمل علاقات وصدقات بس مش قادر لأنه ثقته مش نابعة من الداخل هو شكل قشرة لكن الحقيقة لا إذن الإنسان هون لازم يقعد مع نفسه ويفكر أنا إيش اللي بيمنعني الإنسان دايما عدوه ما يجهل حلو أنه يبدأ يتدرب ياخد مهارات التخاطب أمام العامة ياخد مهارات ترفع ثقته بنفسه يبدأ يتكلم مع المحيطين ممكن يسأل كمان أقرب الناس لإله أنت شو بتحس أنه أنا عندي بعض التحديات الحديث مع الآخرين خاصة الناس اللي بنعرفهم لما تقوم تعمل بريزنتيشن مع ناس بيعرفوك أنت كتير بتخاف من الحكم يعني عادة التحدي الأكبر هو الدائرة الأولى لما بيجي الإنسان يغير من طبيعته أو من طريقته أو حتى يبدأ يعمل محتوى على السوشال ميديا بيخاف من ردة فعل المحيط الأول الناس الغريبة مش فارقة معه هون بيبدأ الإنسان لما يحدد هو شو بده وكيف يطور من مهاراته وكيف يظهر بأفضل صورة بتتطور معه الثقة بالنفس يوم بعد يوم ودائما نحن بنقول بالإنجليزي معلش بدأ أستخدم تعبير إنجليزي أنه أنت احكي بهدوء درب حالك قبل ما تواجه الآخرين اتسامح مع نفسك ومع أخطائك وابدأ وحدة على وحدة على وحدة مع التدريب والتجربة تزداد ثقتك بنفسك نعم سألي بأقل من دقيقة هذا اليوم بدنا نتحدث عن أهمية الثقة بالنفس والتواصل مع الآخرين من خلال بعض النقاط المهمة اللي دائما يجب أن نكون وعين لإلها فشو هوني هدول النقاط؟ أهم النقاط إنه ما في حدا امتلك ناصية العلم والحقيقة ما تضل دايما تقارن حالك بالآخرين قارن حالك مع الناس قارن حالك مع نفسك فيما سبق طور مهاراتك اتسامح مع نفسك حب نفسك اسعى لإنك تكون صورة أفضل عن نفسك في قادم الوقت إن شاء الله شكرا جزيلا لوجودك معنا ساعدنا فيك زي دايما الحبيب